مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي فوائد الأرانيب هذا الفوائد غير مباشرة فوائد عكسية سأخبركم الملح الأرانيب سيسمانه سيكون نتيجة وإنما تعاملوا مع الأمور بذكاء بوحر الذكاء إذن أول حاجة وهو الملح سأعطيهم الأرانيب سأعطيهم الأرانيب الأرانيب الأغلبية لا يشربوا الماء سأعطيهم سأعطيهم ممكن أن شحن واحد مربي أرانيب عدباة مثلا مبتدئ أو محترف قد يفهمها لهذا اللي كنقوله بالنسبة للأرانيب اللي كتكون يا الله ولدت يعني الأمهات اللي الله ولده أشنو كيوقع؟ كيوقع أنهم مكيمشيوش يبقوا شربوا الماء وهذا عدم الشرب ديال الماء اسمو كيوقع لهم أنهم كيضروا هدوك الخلفات الجداد علاش لأن ولو كان نقولو العدد ديال الحلامات ديال الأم قد العدد الصغار ولكن الحليب مكاينش في ديال الحلامات تخيلوا معايا أن أم ما فيهاش يعني الحليب والمربي دير المجهود ديالو دير السيكالين ديالو مسائل وصار فلوس ديال بصح ولكن في الرقا كيتفاجأ بالنتيجة أن دوك الصغار ما كيكبروش دغية أولا ويعني المشروع كيبقى كيتضمر شوية بشوية علاش لأن ما فهمش أشنو هو الحليب في الجسم ديال الأم الحليب في الجسم ديال الأم وهو بمثابة أنتيبيوتيك أولا بمثابة تصميم بمثابة يعني الحياة ديال هدك الصغير كيتفاجأ أنه كيبقى يموتولو هدوك الخلفات الصغيرة ورين يلا بقي فيهم واحد شوية يعني الحيمات كيبقى يتفاجأ أنه كل نهار كيموت واحد علاش لأن هدك الحليب يعني غير كافي لهدوك الصغير ممكن أنه واحد مثلا نقوله واحد خلف فيها عشرة مثلا كيسلكون منها مثلا النص وكيبقى النص أو كيسلكون منها أربعة وكيبقى وستة هو ما فهمش علاش هده هده الطريقة هده راه مجرابة وجد مجرابة وهي الملح الملح طريقة دياله ديال استعمال ماشي غادي نمشيه وهدين نكبو مثلا واحد ملعقة كبيرة ونكبوها مثلا في نصف كيلو ديال السي كاريم ولا كيلو مثلا ديال السي كاريم لا ممكن ان المقادير هي كالتالي ممكن انكم تتحطوا نصف ملعقة في كيلو دي السيكارين او ربع ملعقة ماشي مشكلة هي خاص الارنب غي يتدوق هدك هدك يعني هدك الملح يكونوا متأكدين غدي غي يتدوقوا مباشرة كيمشي لمن كيمشي لهادوك الاكل اللي انت حاطوا له كيمشي للماء مباشرة يلمشى للماء مباشرة كيولي اولا كيشرب الماء زيان تخيلو غي في الصيف معانا يعني الارنب مكيشربش الماء ندبا فات الفترة دي الصيف را ممكن انكم هده 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 الطريقة دي الملح يعني غديت 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 يعني ذاك الميزان دي الماء اللي مكيشربوش يعني ذاك المعادلة غديت تلقوا انتوما النتيجة دي ذاك المعادلة انكم يعني بغيتو هم يشربو الماء الناس اللي عندهم خلفات في هده الحرارة هده الارانب الماء كيوليو انت قتمنى انهم يشربو الماء هلاش؟ ان المرى وجعلنا من الماء كل شيء ضروري انهم يشربو الماء بالاضافة ان هده الملح مشيغي قد تعطيش وانما هو كذلك فاتح للشاهية كنم تأكدين ان الناس اللي عندهم ارانب فيهم ديك تسلسل يعني عندهم ظهر ديالهم صافي متسلسل وفقدوا الشاهية ماكيش الحل ديالهم يعني كيبقوا كيشوفوا فيهم حتى كيموتوا بدام العين ديالهم كينها الطريقة هذي ديولهم حشوية ديال الملح في المع عفواً في مع الماكلة أسموه هديوقا أنه هديدوقوا هذي الملح للجسم ديالهم كيكون مرتابك ما كيكونش فيها يعني يعني كين كين وحد خطأ الملح سموكي ديال كيفيقهم كيفيقهم ديال الغريزة ديال ديال الأكل ديالهم كتتبدل عليهم الجو ديال الماكلة يعني أين كان يعني الفصاء ولا نخالة ولا ممكن تضرق يعني يكتضرق طعم دياله حلو وانتوما كتعطيهم درق مني كتعطيهم معاهم شوية ديال الملح يعني التضوق ديالهم كيتبدل عليهم وممكن أنهم يسترجعوا القوة ديالهم غير من ديك الخريصة ديال الملح ناهيك على المرضيعة تصدق المرضيعة ضروري الملح لأن المرضيعة يعني نحن من نرش على المرضيعة ولكنها ضرق على يعني الأرنب الأرنب اللي الله ونز من لابد ما كتطيح شوية في الوزن مني كتطيح في الوزن كتلقاها يا إما بقى مهتمة بالصغار ديالها ونايدة أنها تردعهم ويعني خدامة معهم زيان وكينا الأم اللي كتسمح في الصغار ديالها إنها كتكون ضعيفة مع ذاك شي ديال الولادة وكتكون الدم وكيكون ذاك الحرارة ديال الجسم ديالها كتكون يعني مرتفعة وكتكون هي مسكينة بحال ينقولوا فقدت من الوزن ديالها يعني خصوح طريقة ديالتعامل خصوح كيفش متعاملوا معها كيفش ممكن أن نديروا له معلقة ديال العسل العسل لها دي المشي مضروري يكون أنه غالي عسل عادية وممكن غير سكرة قاعد تديرها لها مع الماء وتخليها تشرب من هذك الماء وتبديل لها الماضاق حنا التعطيش أو إضافة بعض الحلاوة في الماء هي كل شي هذي شي عبارة على تبديل في الماضاق ديال ديال الأكل مني كيتبديل لها الماضاق ديال الأكل كي الجسم كينتاش يكون خاصة واحد المادة كتطيعوها لهم وكتساعدهم أنهم ينوضوا يبدلوا الحيوية ديالهم كتبديل والناشاط وكي يقولوك أنك أعطيتهم فيتامين ديال الحلقة ديالنا حاول أنكم تعاملوا مع هذي الألانيب وهذه الموضوعات ديال التربية ديال الألانيب حاولوا تتعاملوا معها بدكاء يعني هذي أعطيش أنتما غا تعطيهم الملح ولكن غادي 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 أنهم يديروا لهم بزاف ديال الكميات وغادي غادي 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 تترافهم شي حاجة ولا لا تعاملوا بدكاء اسمه الدكاء هو أنكم تخلوا الألانيب ديالكم يعطيش تعطيش هي عملية تعطيش ببساطة عملية تعطيش إذن حلقة ديالنا هي ديالها حلقة مهمة وراها نكنا نعتبرها هدية لكل المتسابعي دي دي صمدي كنشكركم على التعاليق يعني القناة تستمر وممكن أن نقصف لكم فيديويات بحل هذا الشكل هذا كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيو لزر الجرس الناس لمجال ما تشكرون معنا وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله